بعد نشر بيان يهدد فيه بملاحقة قانونية لكل من يرفع السلاح بوجه حكومته، وجه رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتح باشاغا خطاباً آخر هذه المرة لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد لدبيبة، يناشده فيها بضرورة تسليم السلطة سلمياً. باشاغا دعا لدبيبة في خطابه إلى تسليم السلطة بشكل سلمي حفاظاً على أرواح الليبيين، وذلك بعد أن أكد في بيان نشر يوم الثلاثاء أن القوات التابعة للحكومة المكلفة لن تستخدم القوة ضد من يتبع الشرعية على حد تعبير البيان. إبراءاً للذمة وإقامة للحجة على لدبيبة أمام الرأي العام، هكذا وصف باشاغا دعوته بشأن تسليم السلطة، وذلك مع استمرار رفض بعض الفصائل المسلحة في شمال غرب ليبيا الرضوخ للقانون والقبول بانتهاء آجال الحكومة المؤقتة برئاسة لدبيبة، الذي قال إنه لن يستقيل إلا بعد إجراء انتخابات عامة. وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبرت في وقت سابق عن قلقها العميق إزاء ما وصفتها التعبئة المستمرة للقوات والتهديدات باستخدام القوة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، وذلك بعد تكرار اندلاع اشتباكات بين الفصائل بالعاصمة طرابلس، وسط مخاوف من اتساع نطاقها وعودت ليبيا إلى مربع العنف.